اهلا وسهلا بكل المتابعين او في القناة انتمنى اخوتي انكم تكونوا بخير وعلى خير في حلقة اليوم غن تكلموا على الصحفي محمد بصفحة المعروف بممو الناشيط الاعلامي عبر قناة في الراديو اللي كيتسنطولوا بزاف ديالناس بزاف ديالناس كيتبعوه صحفي اعلامي انسان واعي يعني عارف اللي له وعارف اللي له ولكن مؤخرا ولينا كنشوفوه انهم بهدل بالبرنامج بهدل بالبرنامج واللي قلبها افلام قاصرة واللي بين اللعمة في الظلمة على انه كيدير في المسرحيات اخواني اخواتي دلائل اللي تحصلت على ممو الناشيط الاعلامي والخبرة على الهواتف اتخاذوا التليفونات لدي الممو ولادي المجرمين الاخرين وتبين على انه هاد الاعلامي ممو بتواطأ مع هاد العصابة باش يستحمروا الناس ويعطيوا واحد صورة سيئة على السلطات الامنية لانه هم تياخدوا الشيكاية المواطنين بعي الاعتبار يعني اللي تشفر لي التقريسة يمشين تحرصوا مع الحيط ولا يرميروا في البحر ما عندهم ما يديروا لي مادم انه ما كينش هود ما كينش كاميرات بنادم يمشي كوب عليك رشول ما اللي خلط سلطات الامنية تقدم الاستاذ ممو اليوم امام انظار النيابة العامة امام وكيل جلالة الماليك اخواني اخواتي فمن هادك المباشر كان واضح على ان القصة كانت مفبركة ومصطنعة ومصراحية اخواني اخواتي اللي تشوفوا بها صورة البلاد فما غاديش النكروب اللي السارقة كينا الجريساش كاين الشفرة كينا ولكن الاسوأ هو انهم يتهموا مصلحة الامن بعادم رغباتها في تسجيل المحضر والتماطل في تتبع السارقة كيفاش هاد سيد هادا لكيقول انه تشفر لي الايفون 14 شا قال لك الولاية مشا الكوميسارية وبغا يدير الشيكاية ولكن الامن قالوا لي ان لا ما كيننش الكاميرات لا ان لا ما اندرو ليك يعني تهاونو تعطي واحد صورة سيئة على الامن والسلطات الامنية كيفاش هادر اتهام اتهام المصلحة الامن بعادم رغباتها في تسجيل المحضر والتماطل في تتبع السارقة كده بس على الجمهور اللي ولفته الكدوب ولفته كتستحمروه ولفته كتستبغلوه ولكن السلطة حد كتم حد كتم السلطات غيوقفوك عند حدك لا انت ولا صاحب البرنامج لمتافقين مع بعضياتهم اخواني اخواتي وديرين يديرهم مع بعضياتهم من اجل البوز وكسب مشاهدات كتر رفع من نسبة المشاهدة اخواني اخواتي كيفاش 40 دقيقة 40 دقيقة اللي مرات على انه تشفر التليفون 40 دقيقة فيها هاتش كله تشفر فيها التليفون وفيها الصدمة واللي تشفر لي التليفون تبع الشفار وما تشدلوش حيتاش قالك كين الزحام وغال الزحام ان خاصتك منه ساعتين مش تخرج منه وقالك فقد شي كامل مشال كوميسارية وبغاي دير شي كاية وقالك ما سوقوا ليش قالوا لي خاص الكاميرات واش عندك الشهود وخاصة انشوفوا الكاميرات فينا يعني ترويج ترويج المغالطات كدوب كدوب حق السلطات الامنية الفيلم كان محبوك علاق بالبوز والرفع من نسبة المشاهدة وكيعطيوا صورة خطيرة خطيرة بقين عدم الامن تشفروا التقريسة ومنين تمشي الدكراري ما يسوقوا لكش شفتوا على ترويج كيفاش دير شفتوا اشنو بغايو السلسي وممو من خلال هاد المسرحياتي من خلال تحقيقة اخواني اخواتي مع السيهم ممو وباقي الفريق تبين على ان السيد مروان مروان اللي تشفر لي التليفون وقع ما اسميته مروان اسميته مصطافا اسميته مصطافا اخواني اخواتي في التحقيق عند البوليس صدقوا غير متافقين على داكشي كول اللي هو وما كيلا شفره ولا استحمص الناس متافقين هو اللي متافق مع هاد مصطافا هذا واللي مسمي راسه مروان واللي جايبه واحد خرز عما هو اللي غايخطف لي التليفون حقه والوضرة هم جوج على موطور وانا تبعتهم يا لها من مصرحية فاشلة يا لها من مصرحية فاشلة واخواني اخواتي حركات الجسد ديال الأستاذ ممو من خلال هات المصرحية تبين على ان حركات الجسد دياله كتكتب على الكدوب اخوتي الكدوب تمتيل التمتيل في تمتيل اخواني اخواتي كانوا متافقين على هادكشي كول هو وهاد مصطافا هذا وشخص اخر ولي تم اعتقال هاد مصطافا اللي يقال لك سميته مروان اللي تشفره الايفون 14 واتعتقل حتى هادك الشخص الاخر اللي ازا ما روش شفر لي تشفر تليفون اللي قال لك ركاينين جوج على موطور وركاين على واحد وما في الطوطة الكامل جوج ومومو هو الثالث فمومو ما تعتقلش تحكم في حالة صراح اللي تقدم اليوم امام وكيل جلالة المالك يعني عندو ضمانة الحضور سيد معروف صحافي كيقدم واحد البرنامج كي تصنطلو الكبير والصغير يعني عندو ضمانة حضور ذاك شي علاش تلقوه في حالتي صراح بدنما اليوم غادي تقدم امام وكيل جلالة المالك في النيابة العامة اخواني اخواتي فهذا شي كولو صدقو غير متافقين اليه وذاك شي كولو ما كين منه لا الشفراء ولا الصحمص واصلا ديك الكلمة اللي بتسمعت في الفيديو ولا بتسمعت في الحوار دير شفار شفار رام صوبة ومقدة في الستوديو حيتاش كتسمع غير بوحدة رامكين لا بغوي طاج ضير بيها تخرشيش لتشي حاجة تتحس بيها خارجة صافية مسجلين بوحدة ومجدينها باش يستحمروا بيها عباد الله ويستحمروا بيها الشعب المغربي را هدل لعب الباسل را خاصو يتحبس خاص الحكومة تدخل وتعمل اجراءات سارمة باش يكونوا عبرة لصحاب التفاعة را اصحاب التفاول لو عدنا منتاشرين بوحد طريقة اللي لحوله ولقوتي لبي الله العلي العظيم عباد الله هذا صحافي اعلامي قاري واعي شهد واحد لمنصيب في الراديو تيوعي قال لك من خلال هذا الشو ديالو تيوعي بيها عباد الله فاحنا قنشوفوه ولي كي يستحمر في الناس كي يستحمر في عباد الله ويدين مسرحيات ويدين أفلام قاسيرة كيفاش هاد السيد هاد تخولي التليفون ديالو فضرف واجيز مشا عند البوليس وما اعطاه واش قال لك الوقت وقال لك رجاع عيط الممو وتباع قال لك الشفارة وما شدهم مش بحكم انه كينز زحام هاد تشيكون له في 40 دقيقة ورجاع عند ممو مرة اخرى وعطاه الايفون لكينز لا لا رمي مكنش رمي مكنش ممكنش هاد المصرحيات كتديلو انتم مصايمين وش عبضلاش من صيام هذا مقبول لكم هاد الناس نعطي بالي ما تعرفوا لا عواشر ولا رمضان ولا صيام ولا تشي حاجة يعني هاد الناس كلتهم مراصوتهم ومجيبهم هل مين مزيد هل مين مزيد ما تيقبلوش فدكش لعطاهم الله دائما بغين كتر وكتر اوانت اذنو براشيد العلالي ماداش عليك الشر والشر ماداش عليك هانت كتخلص لحوله ولا قواتي لبالله العادي من الناس كتعطى مع راشيد العلالي شنو قال لي قال لي انا معروف عليك وانا مشهور عليك والشو ديالي يشاهد عليها يعني كيتباع بنسبة المشاهدات دياله لأول يوم غيمشي الحبس هبه هبه بنسبة المشاهد اللي ولا دير فيلم وكيقيس السلطات الامنية لأن ما قيمينش بشغلهم ما ديرين شغلهم كيفاش السي واحد غيتشفر وغيمشي للكوميسارية غيمشي لولاية وغيتقدم الشيكاية دياله والسلطات غيقولوا لي ما عندنا ما نديرو ليك را ما يمكن شد شي ما يمكن شد الصورة السيئة الخطيرة جدا اللي كتعطي على هذا البلاد كيفاش ما عندهم ما يديرو للمواطن يعني هناك يبغيو بيينو البراني لأنو لاجيتو لبلاد وتشفرتو تقريسيتو را غيتمشي للسلطات المغربية غيقولوا لكم ما عندنا ما نديرو ليكم يعني هذي القنوز تيرعبو عواض الله وتيخليو الناس على انو ميجوش للمغرب لأنو ما فيها لا أمن ولا أمان وبلغ انو بلادنا الحمد لله السلطات كتكون في خدمة ولكتستحمروا الجمهور ديالكم بها الأفلام القاصرة ومسراحيات دورة ما غتستحمروا السلطات الأمنية واتعطيو عليها واحد صورة اللي هي خطيرة جدا على أنو ما قيميش بخدمتهم وانتم اليوم ها هو تقدم أمام النيابة العامة واللي ان شاء الله من هنا العشية غادي نعطيكم آخر الأخبار إخواني أخواتي بخصوص أشنو داروا معا الأستاذ ممو لأنو خاص ولابد ضرب بيد من حديد بخصوص هاد الموضوع هذا لأنو رميم كانش هاد الشي اللي ولينا كان شوف هاد الناس هاد اللي احنا كان قول وراء واعيين شوية وقاريين وفاهمين وش دين النص يفهمون الناس ووعيون الناس إعلامي قد الخلى غد نضي دير التفاوين وضي دير البسالات شنو خلى الناس يفهمين شو ما واعيين شو ما عارفين شلي اللي ولي عليهم صيد عارف شنو لي وشنو علي وفا الاخير يدين بحالات الزلقة هادي يعطي واحد الصورة خيبة يتطفق هو وشو خرين عايت في التليفون احق قول وات تشفر لهم الايفون وهذا شي كامل من اجل البوز اخواني اخوتي البوز البوز اللي حمق عباد الله وحمق الواعي وحمق الجال البوز حمق اللي قار ولي ما قار والله يسر لحوله ولا قوة إلا بالله العظيم المصالح الامنية بمدينة الضال البيضاء تفعلت بجدية كبيرة مع اتصالات فيه توصلت بمحطة ايداعية خاصة لكي يتكلم على ملبسات سارقة مزعومة وعن تقاعوس مفترض من جانب مصالح الامن حيث تعاملت معه على انه تبليغ عن جريمة حقيقية وفتحت بشأنه بحثا قضائيا بغارة توقيف المشتبه في المسؤوليات القانونية اللازمة وقد اوضحت الابحات المنجزة بتنصيق مع مصالح التراب الوطني ان الشخص المتصل انتح لهوية مغلوطة واختالق واقعة سارقة وهمية بمشاركة شخص تاني ولم يراجع اي مصلحة امنية يعني ما مشا لاحتش ولاية لاحتش مصلحة امنية ما تقدم لبشي كاية ولا بتش حاجة يعني غير الكذوب من خلال الفيديو اللي تنتشر يعني ما كانش هناك تبليغ وانه تحصل على الهاتف بغرض تحقيق منافع شخصية والرفع من مشاهدات الادعاء المذكورة ومكنت التحريات المتواصلة في هذه القضية من توقيف المشارك التاني في ارتكاب هذه الافعال الاجرامية التي تمث بالشعور بالامن والسكينة العامة والذي تبين أنه سبق أن قام بعدة عمليات تدليسية مماثلة وفق نفس الأسلوب الإجرامي وتواصل المصلحة الولائية الشرطة القضائية أبحثها في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة حيث يجري حاليا إجراء خبرات رقمية دقيقة بغرض التحقق من إمكانية وجود تحريض أو تنصيق مسبق بين المشتبه فيهما وتقم البرنامج الذي طلق هذا الاتصال والذي تضمن عناصر سيسية مادية ومعنوية لعدد من الجرائم المعاقب عليها قانونا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر